رباعيات الأقدام تيترابودا لا تعتبر هذه التسمية من المراتب التصنيفية، وإنما لتسهيل الدراسة فقط، فهل تعلم ما هي رباعيات الأقدام؟ تنقسم شعيبة الفقاريات إلى فوق طائفة اللافكيات، والتي تشمل طائفة دائريات الفم، وفوق طائفة الفكيات، والتي تضم ستة طوائف رئيسية. وهي طائفة الأسماك الغدروفية، طائفة الأسماك العظمية، طائفة البرمائيات، طائفة الزواحف، طائفة الطيور، طائفة الثدييات، حيث يطلق على الطائفتين الثانية والثالثة مصطلح اللارهليات. أما الثلاث طائف الأخيرة، فيطلق عليها الرهليات، ورباعية الأقدام تشمل كل من اللارهليات والرهليات معاً، وذلك لأنهم يشتركون معاً بصفة واحدة، وهي الأطراف الأربعة التي تمتلكها هذه الكائنات. تعرف رباعيات الأقدام بأنها حيوانات فقارية، لها أربعة أقدام ملائمة للمعيشة على اليابسة. والآن، هل تعلم ما هي أهم خصائص رباعيات الأقدام؟ هيا نتعرف على الإجابة سوياً. واحد، يوجد عنق تسمح بالتفاف الرأس، وتساعد في عملية الاغتذاء والرؤية. اثنان، يوجد عمود فقري يدعى الجسم، ويمنع التواء الجسم. ثلاثة، يوجد رئات، ويوجد دورة دموية رئوية. أربعة، يوجد جلد له طبقة قرنية خارجية لمنع تبخر الماء. خمسة، يوجد غدد فموية لترطيب الفم. ستة، البويضة مغلفة بقشرة. سبعة، يوجد أغشية جنينية لحماية الجنين من الجفاف والصدمات الخارجية، وهي غشاء الرهل، غشاء السيلي، الكوريون، غشاء الألانتويس، وكيس المح. ثمانية، لها أطراف خماسية الأصابع قوية مدعمة بعظام. تسعة، يوجد بها حزام صدري وحزام حوضي، حيث يتكون الحزام الصدري من نصفين. يوجد بكل منهما تجويف أروحي للتمفصل مع الطرف الأمامي. كل نصف يتكون من عظمة ظهرية تسمى اللوح، وعظمتين بطنيتين هما الترقوة والغرابي.